حبيبي أبنائي وبناتي تلاميذ صفر الرابع الابتدائي أهلا بيكم وسهلا في حل تدريبات سلاح التنميز على الدرس الأول من المفهوم الأول تفتت الصخور وتحركها صفحة 115 الفصل الدراسي الثاني تابعوني على قناة العلم والمعرفة هالسؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد جوانب الاغدود مستوية الشكل طبعا أقوله العبارة خطأ طيب لازم أعرف خطأ ليه أقول لك لأن جوانب الاغدود مالها منحدرة يبقى إذن الاغدود ماله جوانبه منحدرة يعني بالشكل ده كده طيب السؤال رقم اتنين يمكن للرياح أن تفتت وتكسر الصخور الكبيرة أقوله العبارة صحيحة السؤال رقم ثلاثة تعمل الرياح والماء معا على تغيير مظاهر السطح طبعا دول عاملين أساسيين السؤال رقم ثلاثة أربعة تتغير مظاهر السطح باستمرار مع مرور الزمن أقوله العبارة إيه حبيبي؟ العبارة صحيحة السؤال الثاني اختروا الإجابة الصحيحة رقم واحد كل مما يمكن أن يسبب تهدم القلاع الرملية معا على مين؟ رقم واحد الرياح القوية أقوله آه طبعا أوراق الشجر أقوله آه طبعا أوراق الشجر دي طبعا لا تستطيع أن تهدم القلاع الرملية السؤال رقم اتنين العامل الرئيسي في تشكيل الصخور الساحلية أقوله قوة الأمواج ولا الأحماض ولا الرمال ولا الضوء طبعا أقوله مين؟ أقوله قوة الرياح السؤال رقم ثلاثة يمكن أن تتكون نقط بفعل تأثير الرياح أقوله الدلتة القلاع الرملية الكزبان الرملية البحار طبعا أقوله مين؟ الكزبان الرملية السؤال رقم ثلاثة أكمل مما بين القوصين رقم واحد يتكون الاخدود نتيجة تأثير نقط على الصخور النباتات ولا الماء طبعا أقول له مين الماء الماء طبعا بتؤثر على مين على الصخور رقم اثنين بعد تغيرات السطح تحدث سريعا مثلا تكونوا الجبال ولا تهدموا القلاع الرملية طبعا أقول له ايه تهدموا القلاع الرملية دي بتحدث خلال ايه ساعة رقم ثلاثة تتسبب حركة نقط في نقل الرمال وتراكمها في مكان آخر حركة الهواء ولا حركة الحيوانات طبعا أقول له حركة مين الهواء السؤال رقم أربعة جريان الماء بقوة على الصخور يسبب نقط تماسكها ولا تفتتها طبعا أقول له ايه تفتتها السؤال رقم أربعة صود ماء تحته خط يعني اللي تحته خط ده غلط احنا هنعمل ايه هنصححه رقم واحد يعتبر تكون الاخديد من تغيرات السطح التي تستغرق عدة ايام طبعا عشان الاخدود يتكون ده لازم يستغرق ملايين والاف السنين السؤال رقم اتنين تتماسك الشواطق والسواحل بفعل اندفاع أمواج البحر أو الرياح طبعا كلمة تتماسك ده خطأ المفروض أقول له ايه تتآكل يبقى الشواطق بتتآكل والسواحل بفعل اندفاع أمواج البحر أو ايه الرياح السؤال رقم ثلاثة يتكون الاخدود بفعل تأثير البراكين طبعا البراكين ده خطأ أقول له بفعل تأثير مين تأثير المياه السؤال رقم خمسة لاحظ الشكل الذي امامك ثم اختر بتمنى حبيبي الضغط على زر اعجاب للفيديو عشان يوصل للجميع وده طبعا بيساعدنا كتير رقم واحد في الشكل المقابل تتهدم القلعة الرملية على الشاطئ بسبب ايه؟ بسبب الحرارة ولا الامواج؟ طبعا اقوله بسبب الامواج السؤال رقم اتنين تقل او نقل رمال القلعة المتهدمة بعيدا نتيجة اندفاع امواج البحر يعرف بايه؟ التعريه المائية ولا التدفق المائي طبعا اقوله التعريه المائية بكده حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاحة الميزة على الدرس الاول بتمنى الضغط على زر اعجاب واشتراك في القناة والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر